دي الحلقة 113 من سلسلة مصايح ومعلومات عن الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة مع حضراتكم محمود كساب استشاري عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة شركة Real Estate Guide في الحلقة دي هتكلم عن مقارنة في المميزات في الاستثمار بين المكاتب الإدارية وبين المحلات التجارية في العاصمة أول حاجة وهي أن المكاتب بيكون تشجيلها مش بيكون متحدث زي المحلات وده لإني عادة التجاري بيكون ليه تحديد للأنشطة في المشروع يعني مش أي مستأجر هيقدر أن هو ينفع يشغل أي نشاط فطبعا بالنسبة للمكاتب الإدارية الأنشطة اللي بتفتح مقارات إدارية مش بيكون لها تحديد معين زي المحلات تاني حاجة وهي أن المكاتب تأجيرها ممكن يقعد لسنين بمعنى أن بيكون فيه استمرارية في تأجير المكاتب طبعا دوت مقارنة بالمحلات فالموضوع دوت بيكون نسبة طبعا حسب المكسب والإرادات اللي بيدخل لصاحب المحل إذا كان مناسب ولا لا ولا الأفضل للمستأجر دوت أن هو يروح مثلا لمكان أفضل أو كده سواء أقل في السعر أو تشغيل المكان نفسه هيكون أفضل أو مثلا مستوى الترافيك في المكان الجديد دوت هيكون فيه عمل محتملين أحسن للنشاط اللي هو بيقدمه فطبعا دي كلها احتمالات طبعا ممكن تخلي اللي بيستأجر محل دوت أن هو يسيبه ويروح لمكان تاني فطبعا الكلام دوت مش موجود في الإداري وبالتالي هنا هيكون فيه ضمانة للعائد الإيجاري الأطول فترة ممكنة بالنسبة للمكاتب وتالت حاجة أن عادة المكاتب بتستلم متشطبة أو 3-4 تشطيب فطبعا دوت بيسهل من التشجيل والإيجار نوعا ما عن المحلات أنها طبعا بتتأجر بدون تشطيب والمستأجر هنا هو اللي بيشطب وبعد كده بيخصم طبعا من الإيجار بتاع المالك وربع حاجة وهو أن أسعار المكاتب بتعتبر أقل بكتير من أسعار المحلات فده طبعا هنا بيساعدك أن حريطك بتقدر تشتري مساحة تشجيلية بدون ما يتم دمجها على المكاتب التانية مثلا زي ما بيحصل في المحلات فده طبعا ممكن بيواجه بعض المشاكل المستقبلية ولكن من الجهة التانية بقى التجاري بيكون ليه مميزات برضو بس ده طبعا بيرجع حسب تصنيف المشروع وحسب استهداف الترافك المتوقع للمنطقة اللي حواليه بمعنى هنا تميز موقعه وحسب كمان تميز موقع الوحدة نفسها داخل المشروع فعشان كده دايما بقول لحضراتكم لو بتدور على عائد إيجاري سريع يبقى ركز هنا على المحلات الأرضي الواجهة اللي بتكون واجهتها والمدخل بتاعها من الشارع لان يتعتبر دايما بتكون أول حاجة بتتأجر في المول وتاني حاجة معروف ان قيمة إيجار المحلات بتكون أعلى طبعا من المكاتب وبطبيعة الحال لو المحل اللي حضرتك بتشتريه دوت مميز فعلا زي ما بقول لحضرتك كده فتأكد تماما ان المحل دوت مش هيتسابه هيتأجر على طول وهنا طبعا هيكون فيه استمرارية في التأجير بتاعه وهيتأجر بقيمة إيجارية متزايدة حتى لو المساحة اللي حضرتك واخدها ديته طبعا مساحة بيعية يعني هتكون شير مع المساحات التانية وتالت حاجة بقى وهي ان بيكون فيه تركيز من جانب شركة الإدارة والتشغيل على تشغيل التجاري في المول أو في المبنى وده لاني يعتبر الوجهة بتاعة المشروع ان التجاري ده بيكون الوجهة بتاعة المبنى طبعا فالطبيعة الحال لازم المطور وإدارة التشغيل ان هما يجزهروا المشروع دوت في أحسن صورة وده لاني في الأول وفي الآخر ده اللي هيفيد شركة الإدارة والتشغيل واللي هيفيد المطور في سابق الأعمال بتاعتهم وطبعا ده عندنا امثلة منه كتير لمشاريع ومولات زي كده موجودة في القاهرة الجديدة ورابع نقطة بقى وهو يعتبر المميز من المحلات قليل جدا مقارنة بعدد المكاتب المعروضة في السوق العقاري في العاصمة فلو حضرتك بصيت على اي مشروع مثلا هتلاقي دايما ان التجاري بيكون في الارضي وفي الاول وباقي المبنى بيكون تخصيصه اداري فبالتالي هنا بيكون فيه كسرة من المعروض بالنسبة للمكاتب طبعا لو حضرتك قرنتها بالمحلات وخامس حاجة ان التجاري وبالتحديد الدور الارضي دوت بيبقى بايع نفسه في اعادة البيع بشكل اسرع نوعا ما من المكاتب بالاضافة طبعا ان القيمة الاجارية للمحلات بتكون اعلى من المكاتب فالخلاصة من الموضوع دوت لو حضرتك ميزانيتك كبيرة بداية من 6 مليون او 7 مليون جنيه وبتدور على عائد ايجاري سريع خلال السنة مثلا من الاستلام مثلا يبقى هنا حضرتك ركز على المحلات اللي بتكون موجودة في الدور الارضي وبالتحديد المحلات الوجهة اللي هي بتبقى الدخلة بتاعتها من الشارع لان دي تعتبر اول حاجة بتتأجر في المود ولو حضرتك ميزانيتك اقل من 5 مليون مثلا او اقل من 6 مليون يبقى الافضل هنا ركز على المكاتب وطبعا مش في اي مشروع الموضوع دوت طبعا بيكون في معايير وتفاصيل كتيرة كنت شرحتها في حلقات قبل كده عن ازاي بتختار المبنى الاداري اللي يبقى بايع نفسه بعد كده بمواصفات التشجيل والاجارات وعادة البيع وعموما الميزانية ديت برضو هتسمح لك ان حررتك هتشتري مكتب بمساحة تشجيلية كويسة جدا في حدود 80 متر مثلا وهيكون في مبنى اداري هيكون مميز فعلا في الحي المالي بس طبعا الاسعار بتاعة المشاريع ديت مش هتكون مضمونة وطبعا معروف ان هي بتزيد كل يوم فطبعا لازم حررتك تعرف ان هنا العادي الايجاري دوت هيكون على المدى الباقية شوية يعني الموضوع دوت ممكن ياخد شوية وقت طبعا وهيبقى معتمد اكتر على العرض والطلب وعلى كفاءة كمان شركة الادارة والتشجيل فما تعتمدش عليه في مسألة العادي الايجاري في اسرع وقت فالموضوع هنا طبعا مختلف عن التجاري وطبعا فيه شركات معينة كمان بيكون لها سياسات بيعية معينة وبتشتغل بطرائطها وهتجيب لك هنا طبعا افضل عادي ايجاري او اعلى عادي ايجاري في مشروع يكون بايع نفسه في المواصفات بتاعته سواء في الموقع او تصنيف المشروع طبعا وحجم المشروع والخدمات اللي هتتعامل فيه وبحيث طبعا ان هو فعلا يكون مشروع مميز بس ده عموما هيناسب بعض العملاء اللي هي بتدخل السوق العقاري بغرض الاستثمار وبغرض الحفاظ على قيمة الفلوس وان حضرتك هيجي لك منها عادي ايجاري محترم وفي نفس الوقت لو حضرتك فكرت بها الوحدة بتاعتك هتقدر تكسب فيها كويس لان طبعا السعر بيزيده وبيتضاعف مع الوقت بس الفكرة هنا ان حضرتك مش هتقدر ان انت تدير الوحدة ديت بنفسك لان المطور وقدرة التشغيل هم اللي هيكونوا مسكين الموضوع دوت ودي كده تعتبر كانت مقارنة مختصرة لحضرتكم عن الاستثمار بين المحلات والمكاتب وعموما لو فيه اي استفسارات عند حضرتكم ولو فيه اي حد كمان محتاج ان اساعده ورشح له الفرص الاستثمارية وعرف حضرتك بالمشاريع اللي هي تتناسب مع متطلباتك وتكون في حدود الميزانية بتاعتك بتقدر ترسلي اي مسج على الواتساب من خلال الرقم الظهر على الشاشة او فيه لينك موجود في اول الوصف حضرتك مجرد ما بتضغط عليه بيوصلك على طول على الواتساب الخاص بيه طبعا الخلمة دي بتكون مجانية وتحت امر حضرتكم في اي وقت وشكرا جزيلا